السلام عليكم ازيكم عاملين ايه رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض طاجن الرز المعمر باللحمة بنفس وريحة طعم زمان الطاجن الفلاحي الجميل ده الرز المفافل الحل زي ما انتو شايفينه في الفرن كده ويغد لون جميل قوي والرز شكله حلو قوي والطعم كمان حكاية خليكي معي في الفيديو ده هتعملي احلى طاجن ينفع على صفرة رمضان تعالي نشوفوا الطريقة ايه اول حاجة معي بصلايا بشرها كويس ومعي كتعة من اللحمة البتلو اللحمة دي ما بتغيبش في الطيوب يعني كن ممكن تعملي اي نوع لحمة تاني انت عايزي معي خمس كبيات من الرز انا غسليهم طبعا كل مقدار على حسب الصنية او الطاجن اللي انت هتعملي فيه معي هنا علبة من الزبادي معلقتين سمنة فلاحة على طوصة صخنة هنزل بالبصل اللي انا بشرها كويس اخدهم تشويحة حلوة كده انا بشرة البصلة عشان ما تبنش لما اجي حطها في الرز هنزل بكطع اللحمة بتاعتي وزي ما قلت لك اي لحمة عادية تنفع بس انا اخترت اللحمة دي علشان ما بتغيبش في الطيوب لكن انت لو عملت بلحمة عادية هتسويها شوية حلوين على البدوجيز يعني هتنزلي يعني هتحطيها زي ما انا بحطها كده وتاخد وش كده وتاخد لون حلو وتزود لها شوية مية تسيبيها تطيب شوية حلوين على البدوجيز لغاية ما تطيب معاكي كده وتبقى زي الفل اخدها تشويحة حلوة لغاية ما تديني لون جميل زي ما هتشوفه دلوقتي طبعا ممكن تعملي طاجن الرز الجميل دوت بالكبد والقوانس ان شاء الله برضو هننزله بالفيديو ده قريب بإذن الله منشوحة حلوة كده زي ما انت شايفة لغاية ما تديني لون جميل هنزل عليها فلفل قصمر وملح وزي ما قلتلكم في اي فيديو الملح على حسب طعمك وزوئك في الاكل لان فيه ناس بتحب ملح وفيه ناس بتحب عادب شوية الفلفل اللي قصمر برضو بيبقى فيه انواع فيه منه الحامي وفيه منه لا يعني بيبقى فيه منه البارد شوية هاجي هنا للرز اللي انا جسلته حل هنزل عليه معلقتين صغيرين من الملح ورشهم من الفلفل القصمر وقلب الرز بتاعي كويس وتببله كويس خلص هنيجو للزبادي الزبادي طبعا المقدار اللي انت هتستخدميه كباية من الزبادي كباية صغيرة انا هنا عشان العلبة بتاعتي كبيرة هحطيت كباية صغيرة اقلب الرز بتاعي كويس وتببله بالزبادي طبعا ما تدوروش على الدسامة بقى في رمضان لان رمضان طبعا انت بتعملي عيزومات وكده مش هتعملي للناس اكل رجيب فهتعملي اكل كله دسم كده وحلو عشان يطلع معاك جميل كل حاجة ما بتاخد حقها في الدهون وفي الادام بتاعها والحاجة بتاعتها بتطلع طعمها حلوة انا حطيت معلقتين سامنة من فلاحي قلبتهم برضو كده مع بعض كده تقليبة حلوة وحننزل بقى بالزيت الجميل بتاعنا لان طبعا لازم زيت عشان الرز يبقى نفلفل وجميل وزي ما قلت لكم اللحم اللي انا مختراها مفاش نسبة الدهون خالص لاني تنفع للناس اللي عندها كولسترول اللحم اللي سي صغيرة ما لحقتش تملى الدهون ولا حاجة هي اللحم اللي بتله بيبقى كده معايا بقى طاجن من الفخر ممكن تحطي في صنية ممكن تحطي في اي حاجة متوفرة عندك هنزل بشوية من الرز بتاعي كده وهرص عليه بقى قطع اللحمة بتاعتنا في ناس كتير بتحط اللحمة ديت على طول في الرز من غير ما تاخدها تشويحة كده لكن انا صراحة بحب لون هيبقى كده وبالزيت كامل هتبقى مسكرة وحلوة عشان اعطناها تشويحة بالبصلة مع الفلفل الاسمر والملح رشيت برضو رشيت ملح كده عشان اتأكد ان اللحمة بتاعتي يبقى طعمها مظبوط وحلو هنزل ببقية الرز بتاعنا بقى طبعا ولعنا الفرن بتاعنا من بدر عشان يبقى سخني كده ونخلص بسرعة لو جات قابلتك مشكلة زي كده لان انا عندي الفرن بتاعي الشوية يعني مش من فوق الشوية تحت في الدرج اللي بيبقى تحت ده فانا طبعا حطيت اللبن على النور محطتهوش بارد لكن او انت فرنك حامي ممكن تحطي اللبن بتاعك بارد خالص مفيش اي مشكلة لكن انا حطيت اللبن بتاعي سخنة عشان عايز ادخله تحت الشوية ياخد الوش اللي انت هتشوفوتوه في اول الفيديو الجميل ده وبعد كده احطه بقى على الفرن زيت نفسه من فوق من جوا وسيبه يطيب براحته اول ما يتشرب ارفعه على الرفل في النص عشان الاعرف بتاع الرز بتاعي ما يتحرقش انا عشان اعرف ميكيال اللبن بتاعي كويس حطيت المعلقة كده زي ما انتوا شايفين بصوا لما تيجي عند الخطين انتوا شايفينهم دولت يعني تاخد بوز المعلقة بحتة اللي فوق اعرف ان ميكيالك مزبوط صح الصح ليه بقى انا عايز اقول لك والله بجد ايه هو ده الميكيال اللي عملته ما حطيتش ولا نسبة مية تاني خالص طالع الرز مفرفر وجميل وطيب ونفس الوقت طري وجميل خالص انا زي ما قلتلك ودخلته الاول تحت الشوية اخد وش وبعد كده حطيته وبعد كده طب اوريكي ازاي باختبر الرز بتيه عشان مجرحش وش الرز الجميل ده ويبقى شكله حلو ومحتفص بيه كده باجي بسكينة ومسطحة كده وبدخل من دحت وبجيب الرز دي ما انتوا شايفين هو وبين خالص ان هو طوي ده كان منظر الطاجن بتاعنا عايز اقول لكو طعمه وريحته كانت طحفة بجد يعني حاجة كده فوق الوصف ده الفيديو بتاعي كان معيكو النهارده وقعوكو تنسوني في اللايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد وعشان تشجعوني انزل فيديوهات اكتر تعالوا نغربوا الرز بتاعنا ونشوفوا بقى طعمه وشكله عامل ازاي بصوا بقى الشكل دلوقتي انا صراحة مين زي بقى يا جماعة بيحب الرز المعمر بالوش بتاعه الجميل ده انا صراحة بحب الرز يبقى الوش بتاعه كده وحب اكل الوش ده قوي عايز اوريكم الرز مفلفر خالص وفي نفس الوقت طاري وجميل يعني صنية رز معتبرة تتحطى عالصفر ولا كلمة واللحمة كمين كان طعمها طحفا ده كان الفيديو بتاعي معاكو النهارده متنسونيش بقى في لايك واستنوني في فيديوهات ان شاء الله جديدة اشوفكو بخير المرة الجاية بازن الله اشتركوا في القناة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر